موسيقى كانت تسير مصر بزخم في قطاع السيارات قبل ان تعود وتتراجع مصر في الوقع كانت السباقة في هذا المجال ففي خمسينيات القرن الماضي بدأت بصناعة السيارات من خلال شركة النصر للسيارات وكان الهدف هو البدء بتجميع السيارات ثم الانتقال إلى مرحلة تصنيع أول سيارة مصرية بالكامل وبالفعل تم انتاج سيارة رامسيز عام 1960 ووجدت إقبالا كبيرا من المصريين في بداية التسعينات شجعت الحكومة على إنشاء مصانع خاصة لإنتاج وتجميع السيارات وبدأت شركات عالمية بإنشاء مصانعها في البلاد ومنذ ذلك الحين بدأت صناعة السيارات بقيادة القطاع الخاص في التجميع المحلي عبر استيراد مكونات السيارات وبلغت نسبة المكونات المحلية 45% وتمتعت المصانع بتخفيض بلغة 30% على جمارك المكونات المستوردة صناعة السيارات ومكوناتها تعد أحد أهم الملفات التي تتولاها الوزارة هذا هو أول تصريح يشتبك به وزير التجارة والصناعة المهندس عمر نصار مع ملف صناعة السيارات بعدما نشرت بعض وسائل الإعلام نافية ما أثير حول إلغاء استراتيجية صناعة السيارات صناعة السيارات ومكوناتها تعد أحد أهم الملفات التي تتولاها الوزارة هذا هو أول تصريح يشتبك به وزير التجارة والصناعة المهندس عمر نصار مع ملف صناعة السيارات بعدما نشرت بعض وسائل الأعلام نافية ما أثير حول إلغاء استراتيجية صناعة السيارات خلفية الوزير عمر نصار تجعله في نظر العاملين بسوق الصيارات الوزير الذي جاء لحل مشكلات صناعة السيارات حيث جاء من إحدى شركات صناعة السيارات والتي انفرضت بتصدير أول شحنة أوتوبيسات مصرية إلى إنجلترا وقبل تكليف عمر نصار بحقيبة وزارة التجارة والصناعة كان الوزير السابق طارق قبيل قد كلف مكتب ألماني بالعمل على كتابة الاستراتيجية لكنه وعد أن ينتهي المكتب من مهمته خلال نوفمبر الماضي ثم عدل وعوده بأن ينتهي خلال النصف الأول من 2018 لكن وحتى التعديل الوزري الذي خرج فيه قبيل من الحكومة لم ترى الاستراتيجية نور وتسود حالة من التفاؤل الحذر بين مصنع السيارات بتصريحات الوزير الجديد حيث كشف خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنع السيارات عن اتصالات تجراف السوق حول الاستراتيجية وأن هناك مؤشر خطر إن لم نتجاوز المشكلات التي لدينا في السوق المصري قبل التحرر من ترائب السيارات الأوروبية خلال خمسة أشهر كما شدد الأمين العام لرابطة مصنع السيارات على أن هناك نقاط لا تزال تحتاج إلى النقاش من بينها نسبة المكون الأجنبي والذي سبق وتحدثت الحكومة عن رغبتها في رفعه إلى ستين بالمئة لكن الحكومة نفسها خفضتها في إبريل الماضي إلى ثمانية عشر بالمئة مؤكدة أن العودة من ثمانية عشر بالمئة إلى ستين بالمئة لن يكون أمرا هي ويجب أن يناقش جيدا نشو عبد العاطي مساء دريم اشتركوا في القناة